الصراع على مناطق النفوذ في سوريا بدى مؤخراً أنه مفتوح على كل الاحتمالات فقبل أيام قليلة من اجتماع زعماء الدول الضامنة لقرار خفض التصعيد فتحت تهران خطوط اتصال مع أكراد سوريا بالتزامن مع تكرار وعيدها لتل أبيب برد على استهداف مستشارها في وقت تم التوصل إلى اتفاق برعاية روسية على إجلاء فصائل معارضة من محافظتي حمصة وحمة وعلى وقع اشتباكات عنيفة بين ميليشيا سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي مع تنظيم الدولة شرق الفرات اجتمع مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في طهران مع وفد من عشائر كردية في سوريا متوقعاً أن يطرد الأكراد الأمريكيين من سوريا واعتبر ولايتي أن زيارة الوفد لطهران رد صاحق على الدعاءات واشنطن بوقوف أكراد شرق سوريا إلى جانبها من جانبه أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني على الدين بوجردي خلال زيارته لدمشق أن إيران سترد على ضرب تل أبيب لمستشاريها في سوريا قائلاً إن ذلك يكفل لإيران حق الرد وأنها سترد في المكان والزمان المناسبين على خط موازن انتهت ضغوط النظام السوري وروسيا وتهديداتهم المتصاعدة لرفي حمص الشمالي وحمات جنوبي بقبول فصائل المعارضة السورية هناك باتفاق تسوية حاولت التهرب منه لأيام غير أن تصعيد النظام وموسكو من قصفهما على المنطقتين خلال الأيام الأخيرة والتهديد بحرب يدفع فاتورتها عشرات ألاف المدنيين كما حدث في مناطق سورية أخرى دفع الفصائل للقبول بهذا الاتفاق وحاولت المعارضة تحسين شروط التسوية التي طرحها الجانب الروسي غير أن الأخيرة بدى مصرا على القضاء على أي معارضة للنظام بالقوة المفرطة في التواحش هذا الصراع المحتدم على الأرض السورية استدعى تنبيها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قالت مؤخرا أن التناقضات العميقة في المصالح الدولية داخل سوريا تجعل الوضع فيها غاية في الخطورة واعتبرت لجنة الصليب الأحمر أن وجود دول كبرى في سوريا يجعل من الاضطراب سمة غالبة على الوضع فيها وفي المنطقة ترجمة نانسي قنقر